لو عندك قشر لمون حبيبتي احطيه في قلب الغسالة مع البلابس وانسى اي بقع فلب البلابس الفيديو الظهار ده حصري والاول مرة بقدم لكم الفكرة دي على طريقتي واتبنى اللي هي تنالقي اعجابكم زي ما احنا شايفيه تعالوا بينا بقى نشوف مع بعض كده هو تبقى ايه وهي بتغزي لا طبعا لو في اي بقع اي بقع عندك في قلب الملابس الطريقة دي اتعادش الهالك على طول تعالوا بينا بردو كده لنشوف بردو البقطع اللي جاي عشان نشوف مع بعض النظافة النظافة فعلا رهيبة فعلا وعتخلي الالوان معاك بزهزهة والابيض كده يطلع بنور كده وحتلاقي مفيش اي بقع في قلب الملابس اي ملابس عندك سواء ملابس اطفال ملابس بتاعتك مطرح ما تتوقف في المطبخ كده اي بقع جات على هدومك فانسي اي بقع بعد بتشوف الفيديو ده هوت ان شاء الله لو الفيديو اجيبكم حبيبي فضلا وليس امرا ما تنسوش كده اللي انتو تشجعوني وتدعموني باللايك والشير عشان فيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه لان في ناس كتير بترمي قشر اللمون وهو سحر فعله يعني مش بيحتاجين اللي احنا يعني اللي هو يدخل في خلاطات ومنظفات بس لا احنا بكر ده بالطريقة دي طريقة سهلة جدا زي ما احنا شايفين الغسيل طالع منور وبفوش هي بوعه ومزهزه وبزهزه لك الالوان فعلا بيخليها جميلة جدا نا تابوني يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله معاكم حنان الوراقي تعالوا بينا حبيبي كده نصلي على رسول الله عليها بالصلاة والسلام وتشوف مع بعض بقى ايه حنابل ايه النهاردة اه اول حاجة انا اي قشر لابون عدي بيطلع بحطه في كيسه بحتفظ بيه في الفريزر اه زي بدتوا يعني زي بدتوا عارفين بدخلوا في وصفات بعمل جدوا حاجات كده وده كده تكسبوا السايل لانا عبلاب بارح معاكم اللانا مقدم الفيديو حصري برضه الاول مرة على طريقتي النهاردة هنستخدمه وزي ما احنا شايفين اهوات بس قوي جدا على فكرة يعني يعني عيشلك اصعب البقع من البلابس برضه انا هستخدمه النهاردة هستخدم بقى قشر اللامون هاجيل فردة شراء بس ما تكونش طبعا بخروبة ولا بقطعها ولا ايه حاجة لا تكون سليمة بس تكون يعني باستخدمها عندها نبدأ بقى ايه اللي احنا نحط فيها كمية من اشر اللامون طبعا الكمية اللي معايا دي ايام انا ممكن اخد ايه نوصها بس وبعد كده حبدأ زي ما احنا شايفين اهو نفس الطريقة حبدأ لانا اربط بقى ايه فردة الشراء طبعا ديتوا هتستغربوا اشر اللامون ونحطه في الغسالة طب ده مش عيبوز الغسالة مش عيبوز الغسالة لا مش عيحصل اي حاجة خالص اه لقيتني طبعا احنا بحطه في فردة الشراء وزاي ما بحطه بتطلعه في الاخر وعنشوف مع بعض في نهاية الفيديو تابقوني عشان تشوفوا معايا لما بطلعه دوقتي انا حطيت الغسيل بتاعي في قلب الغسالة وبحط بقى ايه القشر اللامون اللي انا حطيته في فردة الشراء وربطته كويس وبحطه في الغسالة بابدأ بقى انا ازبط الغسالة بتاعتي على البرنامج اللي انا حشتغل عليها وبعد كده بنضيف بقى خط نص كوباية من اللي تكسبون السائل اللي انا عملته معاكم ببارح وطبعا ايه حشغل بقى ايه الغسالة كده هوت وسبها لحد ما تبلى بقى حد ما تبلى مية كده وتبدأ اللي هي تشتغل دوقتي عم حط بقى ايه كده هوت وخلاص وانسيها بقى سيبها بقى هي مع نفسها بقى ايه تغسل وتشتغل وكده يعني واشوف انا بقى الورايا يعني اعمل الاكل واشوف الورايا زي ما احنا شايفيه ده هي تبصوا اول ما بدأت تغسل هتلاحظوا ان المية بقت متاسخة جابت ليه لقد طبعا مديل التكسبون اللي انا عملا برح السائل باكم واستخدمته اللي بقى خدت بيده ودص الكوباية وحطيته وحطيته هتقول لي لي ان لا تبين شبتي عملا يا حداية ده عشان يزود الرغوة اه عشان يزود الرغوة بس انا لبا حطيت اشر اللابون اشر اللابون بيقلل من الرغوة شوية عشان مرضو تبنتو عارفين وفي نفس الوقت بيشلك اصعب البقع بين البلابس بس بيديلك نتيجة مذهلة فعلا زي ما احنا شايفين المية بصوا عملت ازاي وهي لسه كانت الغسالة شغالة كبير هتلاقوا المية يعني ايه باين يعني هو باين في القمرة يعني باين قدام النقوة يعني المية كده هت ايه نزل كل الاوساخ اللي في البلابس نزلت في المية في ثواني ليه لان طبع اشر اللابون رهيب فعلا حتى لو استخدمتي مع يعني مسحو غسي لو حاطتي معي مسحو غسيل فعلا من الغسالة كوباية مسحو او كوباية من برسيل جن معا ايه معا شوية من اشر اللابون وحاطتيه حينزلك اي موقع من الملابس في ساعات طبعا وغير كده حيعقبلك الملابس وحيعقبلك الغسالة كمان يعني حيديلك نتيجة كويسة طبعا زي ما احنا شايفين هي طبعا الغسالة نزلت بقى ايه تبلا تاني عشان تشطف وزي ما احنا شايفين الغسيل بزهزة وزي الفل يعني وليسة كمان بدخلش في الشطف كمان وحتلاحظوا بصوا فردة الشراب لسه برضو زي ما هي هي والقشر اللابون فيها برضو بس بها لحد ما تخلص الغسالة لحد ما تخلص خالص لحد ما توصل لاخر حاجة بقى ايه اللي هو بقى العصر ويبقى الغسيل يطلع عطان الشيء فزي ما احنا شايفين هو الغسيل دلوقتي غسالة بتبدأ اللي هي تشطف طبعا انا عملها انا زودت على فكرة غسيل في البقطع ده هوت انا زودت تاني الغسيل زودت حاجات كده هوت فحطلق يعني انتم عارفين لو احنا زودت ده في الغسالة غسيء لا الغسيل مش حيطلع رضيف معاك يعني ممكن يطلع فيه حاجات نضيفة وفيه حاجات مش رضيفة واغلبية الحاجات لقاها مش نضيفة معاك لو ايتي تقلت غسيل في الغسالة وغير كده كمان يعني ممكن يبقى غلط برضه على المطور فانتي متتقليش انا زودت ليه في الحتة دي انا زودت عشان اوررركم الغسيل كله هيطلع رضيف انا انهوت بقى بعد الغسالة وخلصت خالص انا طبعا ما حبيتش لانا اخد فردة الشراب واروح على الرخامة لا كله قدام منكم عشان بتقولوش الفردة الشراب اللي فتحتها حطيت بدلة حاجة تانية اشر لابون تاني مش عافاة كله قدام منكم بيطلع القشر زي باتتم شايفين بيبقى كل الحاجات اللي بواق العصير اللابون اللي في قلب القشر كله نزل في الغسالة وكما بيطلع بعصور بعاكب يبقى مفوش اي حاجة بقى اي خالص اي حاجة بتحطيها في الغسالة من البلابس نصيحة بني اللي تتحطيها على ظهرها ليه عشان طبعا بعت قرار الغسيل وكل شوية تخسيلي فالملابس بتفكدش اللون بتاعها على طوق اي ملابس تحطيها لو نحستو هتلاحظوا انا كل حاجة حطاها على ضغرها في قلب الغسالة هتلاحظوا بقى لقلب الحاجة معاكم هتلاحظوا الالوات طالعة بزهزهة وزاي الفل ومفيش فيها اي حاجة اي حاجة يعني طريقة جليلة جدا سهلة وبسيطة وطبعا قشر اللامون ده تقدر اللي تتحطيه مع مسحوق الغسيل البودرة او برسيل جل وتحطيه في الغسالة مع ملابس ملونة او مع الابيض طبعا بتحطيه يعني ينفع لجميع الملابس يعني وكمان لو ملابس الاطفال متسخة جامد كمان طبعا عايشان لك اصعب البقع بالدهة على طول بوكت تحطي كمان ملابس الاطفال لو فيها بقع كتير بوكت تحطي معلقتين بيكاربورات السوديوم في قلب الغسالة مع اشر اللامون وتفرجي برضو على النتيجة تبقى مبهرة فعلا ليتخلصك من اي مقع في ملابس الاطفال اللي هي شديدة الاتساخ زي ما احنا شايفين البلابس طالع بزهزهة وزي الفل لا اتمنى انتو تكونوا استفدتوا بحبيبي من الفيديو النهاردة تكونوا عجبتكم بالطريقة شكرا لحبيبي على المشاهدة السلام عليكم